ما هي الفضاء لها هذه السورة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستعمل أيضاً في الرُّقية وقد أقر أبا سعيد على ذلك أبو سعيد الخُدري رضي الله عنه كما في الصحيح خرج مع بعض أصحابه ففنيت نفقتهم ومالهم وزادهم في أثناء السفر ما صار معهم زاد لا تمر ولا لبن ولا ماء فمالوا على حي من أحياء العرب ودخلوا على هذا الحي في البر مجموعة خيام دخلوا عليهم سلام عليكم نحن المسلمون ونحن ضيوفكم فلم يضيفوهم ولم يقروهم صار ذلك الحي قوم إما لا يريدون أن يكرموا الضيف أو فيهم بخل أو غير ذلك المقصود أنهم لم يلتفتوا إليهم ولم يقروهم فأخذ أبو سعيد الخُدري وأصحابه مكاناً فلدغ سيد القوم فأقبل لدغته عقرب أو حية فأقبل أحدهم إلى الصحابة وقال إن سيد القوم لديغ أفيكم من راق قال أبو سعيد فقلت أنا أرقي لكن والله ما أرقيه إلا بقطيع من الغنم أنتم ما تستحقون من يخدمكم ببلاش لم تكرموا الضيف ولم تقرون ولم تعطون ولا شيئاً من تمر أو لبن والله ما أقدم الخدمة ببلاش والله ما أقرم ما أرقيه إلا بقطيع من غنم قالوا لك ذلك فأقبل وجلس عند الرجل وأخذ يقرأ سورة الفاتحة ويجمع بزاقه يعني ريقه وينفثه عليه فقرأها عليه قيل سبع مرات فلما قرأها هذه القراءة قام الرجل ليس به بأس وأخذ الغنم وأكل مع أصحابه وشربوا من لبنها ثم أقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن أبا سعيد في نفسه شيء مما فعل فأقبل وحدث النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل يا رسول الله نحن دخلنا على حي من أحياء العرب لكن صاروا ما عندهم كرم فلم يكرمون ولم يعطون يا رسول الله فلدغ سيدهم فجاوي لينا فكان ما كان فقرأت عليه سورة الفاتحة وجعلت أنفث عليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية كيف عرفت أنها شفاء فعلا وما يدريك أنها رقية خذه واضربوا لي معكم بسهم يعني يعطوني بعض مما أخذتم تطييبا لخاطر أبي سعيد رضي الله عنه سورة الفاتحة تقرأ في الصلوات سورة الفاتحة تقرأ أيضا على المريض في الرقية الشرعية إذا شعرت بألم أو شعر أحد بألم أو أردت أن ترقي ولدك أو ترقي زوجك أو أهلك أو غير ذلك فضع يدك على رأسه أو على صدره وقرأ عليه سورة الفاتحة سبع مرات فإنه سيجد لذلك أثرا بإذن الله